بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خلق آدم من طين فسواه وقسم ذرياته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغنى وفريق أسعده وفريق أشقى وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أبعده وفريق أدنى أحمد تبارك وتعالى حمدا لا بلوغة لمنتهاه وأشكره شكر عبد طلب من ربه عفوه ورحمته ورضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد وإلى علاك عن الجبين الساجد يا من سجدت له الكائنات بأسرها وكل الكون يوحد وأصلي وأسلم وأبارك على حبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو دعوة الخليل وقرة عين إسماعيل وبشر ابن البتول بعث والعقول ظلام فأفاق الناس بعد زهول قالت الأعراب والكهان بالظن فإذا هو بالوحي يقول رسم الطريق إلى الهدى ولولا هدي صلى الله عليه وعليه وسلم ما صح للعبد وصول سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أكرمك سبحانك ثم أما بعد ما معنى كلمة زوجتي أنا أتكلم ما معنى كلمة زوجتي وأنتكلم ما معنى كلمة زوجتي ما معنى كلمة زوجتي ماذا نعرف عن كلمة زوجتي وما هي صفات هذه الزوجة الفاضلة عندنا المرأة السكن عندنا المرأة الراعية عندنا المرأة الحبيبة عندنا المرأة العروب عندنا المرأة قرة العين يبقى زوجتي رقم واحد هي سكني هي سكني في أقوالها هي سكني في نظراتها هي سكني في أفكارها هي سكني في إنفاقها هي سكني زوجتي أي سكني فهل أنا أعدت حوائط هذا السكن أو هل أنا حافظت على حوائط هذا السكن هل أنا بنيت لها سكنا نسكن فيه أنا وهي هي تسكن بالأمن والطمأنينة والحنان والحب والعطاء والكرم والجبر والسخاء والتفاهم والرحمة والصبر والكتمان عنها بعض السلبيات هل أنا بنيت لها هذا البناء البناء الجميل حتى تصبح هي سكن أنا أعمل ده حتى تصبح هي لي سكن أن أوفر لها عالم السكينة سكينة الكلمة سكينة الفكرة سكينة الرحمة سكينة الأمن سكينة الأمان سكينة الأمان ثم بعد ذلك نأحنا شفنا ربنا تبارك وتعالى يقول في الآية ومن آيتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لما نيجي بقى نشوف بعد كده المرأة الراعية كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيتي يبقى زوجتي هي سكينتي هي ما منحني به ربي تبارك وتعالى من عطاء السكينة بكل أفعال السكينة حتى في نومي إن كان هناك طفل يتكلم أو يتحرك أو تحرس أن يكون هذا الأب نائم في سكينة حتى يستيقظ يذهب إلى عمله حتى يستيقظ يذهب إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه السكينة ثم بعد ذلك المرأة الراعية المرأة الراعية هي التي تدير هذا البيت باقتدار المرأة الراعية هي قائد في هذا البيت في كثير من أمور حياتها المرأة الراعية هي التي تتخذ القرارات الحكيمة المرأة الراعية هي التي لا تضيع من وقتها في التليفون ثم يأتي في آخر الشهر يعني في التليفون في إنارة زائدة في إصراف في أشياء كثيرة المرأة الراعية لا تفعل ذلك لأنها مرأة حكيمة تسيبش في غرفة فيها لامبة مفتوحة وفي الآخر يدفعه فطورة كهرباء زائدة ما تسيبش نار مثلا على البتجاز وتقعد تسرح مع زملتها في التليفون وفجأة تقول لا يا خبر ده أنا سابق إيه وتحرق يبقى الراجل تعبان وشاردة وبعد كده يدخل يلاقي الهانم كانت بتكلم في التليفون ما هي مش مرأة راعية لم تراعي مشاعر هذا الزوج وتحافظ له على الطعام الذي سيأكله لم تكن راعية بأن تحافظ على طعامها لزوجها بحيث أن هذا الزوج حينما يأتي فيجد أن لهذا الطعام نكهة رائعة مزاق جميل حتى رائحة الطعام أنتوا عارفين أن في علم تزوق الطعام هناك واحد مهمته أن اسمه الذواق عندنا في الفنادق الذواق وعندنا في العطور الشمام الذواق ده بيعمل إيه؟ الذواق ده اللي بيذوق الطعام ده مالح شوية ده حلو شوية ده العصير ده مثلا برودته شديدة العصير ده أطعم السكر هنا زائد ده واحد مهمته اسمه الذواق غير الطباخ الذواق غير الطباخ بيبقى فيه بعض الطباخين مهرة وصلوا إلى درجة الذواقين يبقى المرأة الذواق في البيت التي تستطيع أن تذوق طعامها قبل أن تقدمه لزوجها أن تذوق كلمتها فلا تقول الكلمة إذا كان الطعام مر يعني تذوق المعلومة بفكرها قد تكون المعلومة فيها الطراب وستتسبب في الطراب فالذوق عندي ذوق الطعام وأيضا ذوق الكلمات وأيضا ذوق المشاعر والأحاسيس أن أكون ذواقا من اللي علمني أن أكون ذواقا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في حديث آخر يعني هنا قال ذاق طعم وفي حديث آخر قال حلاوة الإيمان يبقى ذوق وطعم وحلاوة ذوق وطعم وحلاوة ونشوف هذه المشاعر وهذه الأحاسيس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول هذا الكلام ذاق طعم الإيمان أنا بقى أتذوق طعم الإيمان بقلبي وأتذوق طعم الكلمات في لساني وأتذوق طعم المعاني في عقلي فلابد أنني أعمل مشاعري وأحاسيسي وأفكاري ولساني وعقلي وكل شيء وأنا أتذوق لماذا؟ لأن أنا إنسان وهاجب أن أحيا إنسانا بصفات الإنسان ولذلك في ناس واحدة قعدت تتكلم حرقة الرز بتاع فزوجها ده خلق رحة الشياط والدنيا مش يعني العالم بقى ربنا فإيه ما عليش بقى أصل الرز ده تحرق النهاردة طب ما أنت عارفة أن أنا تعبان وجايب الرز بقول لك أنا إيه أنا كنت عند بابا بحرق الرز يا ستي طب بابا كان بيتحمل ده ما طاقت الزوج مزي طاقت بابا؟ وبعدين أنت كنت في بيت بابا بتتدربي تحرقت وقعت دي فترات تدريبية كانت في بيت الأب إنما لا تنقلي فترات التدريب في بيتك بالإهمال بأن إحنا مثلا نتكلم في التليفون نضيع كلامنا في التليفون نسرح في حاجة وسابين المكوى على الكذا فنرجع نلقى الحاجة دي لا ساعت أنا حصل لي أنا شخصيا كده كان في حاجة أنا بكويها وبعدين حد يكلمني فانسيت فانسيت المكوى فرجعت لقيت البنطلون كل سنة وانطيبين بقى يعني فإحنا كبشر بيحصل لنا ده طب ما إحنا عايزين نحفظ على بيوتنا ما معنى الزوج ما معنى زوجتي ما معنى كلمة زوجتي يبقى أنا دلوقتي لما باجي أشوف هذا الزوج أنا دلوقتي أصبحت أنت مسؤولة ما معنى زوجتي المسؤولة المسؤولة في البيت المسؤولة عن رعاية هذا البيت المسؤولة عن إدارة هذا البيت المسؤولة أيضا عن فرحة هذا البيت المسؤولة عن إطعام هذا البيت المسؤولة مسؤولية الإطعام دي مسؤولية مهمة جدا ان ان انت تعملي البهارات اللي هو بيحبه لعن هو بيبقى متأسر ويقولك ملوخية مامة يا خبر على ملوخية مامة ده بامية مامة ما شاء الله على بامية مامة بتيجي زوجة بقى رائعة رائعة قررت انها تتعلم ان تكون متفوقة في الملوخية ومتفوقة في كذا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة لها مذاق خاص في صناعة الطعام لها مذاق خاص في صناعة مهما يكون فيه خمسين بليون شيف بس الى الان فعلا فعلا يعني ما شاء الله تبارك الله الواحد عنده يعني اهل بيته بيعمله اكل جميل جدا تبارك الله وغير مكلف اكل جميل جدا جدا وغير مكلف وجميل وشيك فلما نيجي بقى ما معنى زوجاتي الرائعة زوجاتي المسؤولة كلكم رائعين وكل رائعين مسؤول عن رائياتي هي مسؤولة عن اطعامي هي مسؤولة حتى عن شكل ملامح ملابسي جميل اول ان هي تشتريلي اه اميس كده جميل جدا وتقول لي انا شفت ده عليك وقس ساعة ما شفته حسيت كده ان هيبقى شيك عليك قوي اه تشتريلي زمان كنت تقولوكم ان شاء الله تشتريلي شراب بس تشتريلي يعني لان دايما الام لما بتخرج تاخد فلوس وتطلع تجيب لأولادها كل حاجة وفي بعض الامات بتنسى يعني الزوج تماما فانا بقول علشان حالة الالفة لازم من المسؤولية ومن الرعاية ان لو حتى تجيب شراب لزوجك في وسط الحاجات اللي انت هتشتريها من الاسواق فنرجع بقى الزوجة المسؤولة دي ما معنى زوجتي زوجتي قلنا هي سكني بعد كده زوجتي هي المسؤولة وهي الراعية هي التي طرعاني في بيتي هي التي طرع أشياء كثيرة مش طرع فقط ملابسي او طرع مثلا نظافة المكان الذي انا اقيم فيه او طرع منامي او طرع يقظتي او طرع او طرع ما احنا عندنا بعض السيدات لا طرع لا طرع حتى المشاعر يعني المرأة المسؤولة لا تخرج أسرار البيت بر بحال من الاحوال وهي مرأة صبور هذه المرأة العظيمة الصبورة الذي لا يأتي اليوم يأتي غدا وتأخذ بيدي زوجها حتى يقف طيب انا لما اجي اشوف دلوقتي ربنا يبارك فيكم من المواقف الجميلة يبقى دلوقتي احنا عندنا المرأة الايه المرأة ما معنى زوجتي رقم واحد هي سكني فهل انت حققت لهذا الرجل هذا السكن ايضا ما معنى زوجتي هي المرأة الرعية والمسؤولة في بيتي والله دايما في رجالة كده اقولك والله انا مخافش على بيتي خالص ده انا زوجتي ما شاء الله تبارك الله قائمة مشي البيت ده على العجين ما يلخبطوش طب ايه حكاية على العجين ما يلخبطوش ما انا برضو عاد تدور مش معنى اختاروا العجين طب ليه ما قالوش مثلا ده ماشي على البطيخ ما تكسروش ايه ايه دخل العجين انا بقعد يعني طب ما انا عايز اعرف ليه ليه قالو العجين اصلا اكتشفت لان العجين هو تخصص المرأة هي اللي بتحب المعجنات وبتعمل حاجات وبتعمل كيكة وبتعمل كذا في يعني بلاغة في النظام بلاغة في النظام بلاغة في الترتيب بلاغة في التستيف بلاغة في كل المعاني الجميلة طيب هذه السيدة الفاضلة التي يعني امرأة راعية وفي نفس الوقت ومسؤولة في هذا البيت هذه هي زوجتي يعني كل راجل يقول هذا الكلام انا زوجتي يا سكني انا زوجتي يا الرعية انا زوجتي يا المسؤولة انا مطمئن وزوجتي في بيتي لانها تخاف علي وتخاف على اولادها وتخاف على بيتها فلا تتكلم كثيرا في التليفون حتى توفر المال الذي بدلا من ان ندفعه للتليفونات نجيب بفكة في البيت نعمل بيك كحالو نجيب بيه برواز جميل نعمل سطارة جميلة جديدة يعني الفلوس ده وهكذا برضو الكهرباء هي المرأة المسؤولة اللي ماشي يطفي الكهرباء المكيفات اللي والع اللي كذا ليه علشان برضو الفلوس اللي احنا ندفعها زيادة دي احنا ممكن نستفيد بيها نشتري بيها ملابس للزوج نشتري بيها ملابس للاولاد نشتري بيها حاجات تخصنا فده دي المرأة بقى المسؤولة فزوجتي مسؤولة هي رعية في بيتها ومسؤولة فأصبح الرجل يشعر بحالة من الاسترخاء النفسي والهدوء الوجداني ويشعر بالسمو الروحي نتيجة أن الله تبارك وتعالى رزقه بمرأة رعية البيت ومسؤولة في نفس الوقت طيب هي استشعرت رعايتها في بيتها رقم واحد من تربية أبيها رقم اثنين من فهمها عن دينها فهم جيد رقم ثلاثة من أسلوب الحياة الجميل التي هي تعيشه لأنها تمتد دايما معلومتها من أوامر الله تبارك وتعالى أوامر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومن كلمات الصحابة الجميلة الهادفة والصحابيات الجميلة الهادفة أنا هكلمكم كثيرا جدا جدا عن الصحابيات ودورهم الجميل في حياة الأزواج هذه المرأة العظيمة يبقى بعد كده زوجتي بعد ذلك يبقى أول حاجة السكن ثانيا المرأة الرعية ثالثا المرأة الحبيبة المرأة الحبيبة وجعل بينكم مودة ورحمة المرأة الحبيبة في عندنا الزوجة اللي تكتبت على ورق وعندنا الزوجة الحبيبة اللي تكتبت على القلب عندنا الزوجة التي أنا البست لها الدبلة في صابعي وعندنا الزوجة اللي أنا البست دبلتها في قلبي فهموا الكلام ده الكلام ده لا كلام كتب إنما هو كلام فهم يعني هذا الكلام لن تجدوه في كتب إنما هو فهم استشعار خدت بالحضراتكم عندنا زوجتي التي حينما هذه المرأة الحبيبة في المرحلة طبعا هذه المرحلة أصبح الحب يتأجج في البيت نتيجة إيه؟ نتيجة مواقف جميلة مواقف جميلة بتحصل جميلة من الزوجة جميلة من الزوجة وكثير من الناس زي ما احنا تكلمنا قبل كده إن كثير من الناس يقول لك أصله جواز صالونات يعني كأن جواز الصالونات ده حاجة محرم يعني الراجل اللي جاء ورح بيت أبوها وشفف بيت أبوها واحترامها وكان سعيد جدا جدا بإن بنت الناس المحترمة العفيفة الشريفة التي تمشي على استحياء التي تتكلم على استحياء التي تنظر باستحياء كأن المرأة التي أتت في البيت بهذه الصورات الجميلة فهي مرفوضة لأصل زواج صالونات بيحاولوا إن هم يقلبوا المفاهيم نتيجة إن هم عايزين يعيشوا فيها مجية مطلقة بلا قواعد بلا أداب بلا حدود راقية يعني تهذب الإنسانية وتجعلها إنسانية مسؤولة فزواج صالونات ده أجمل حاجة أن يذهب الرجل إلى بيت المرأة العفيفة الشريفة إنما واحد تاني بقى لا ده هو عايز يقابلها خمس سنين بره وعايز يقعد معه ويقابلها في شائد بنت عمت خالد بنت عمته وبعد سنتين ثلاثة مثلا من العلاقة دي أفكر بقى أكتوبها خدت بالكم أين أين الحفاظ على وقار المرأة أين أين الأمن والأمان لشخصية المرأة أين الخوف على هذه المرأة أين الحب بصدق لهذه المرأة كي نحافظ عليها لأن حبيبها بيحافظ عليها مش حبيبها اللي بقول لها تعالى نتقابل إطلاقا حبيبها يخاف عليها من الهوى حبيبها لأن هي بتمثله حاجات جميلة أوي فالمرأة المرأة الحبيبة هي المرأة التي استطاعت من قلبها وبمشاعرها وعواطفها أن توصل ذلك للزوج يبقى أنا عندي دلوقتي الزواج بيقولك لازم الحب يا حبتي من خلال تجاربي ومن خلال دراسات ومن خلال مقابلات ومن خلال استشارات جات لي وإلى آخره يعني أنا هدحككم من ضمن الاستشارات اللي جات لي والله وأقسم بالله واحد جايلي من أمريكا من نيويورك كان عنده مشكلة كبيرة جدا مع زوجته هي سوريا أمريكية هو مصري هو عايش هناك بقاله حوالي عشرين سنة بس الحقيقة هم اختلفوا في إيه اختلفوا بإن الهانم بتروح الويك اند مع صحابها وهو ما يعرفش عنها حاجة وهي وهو برضو بيروح الويك اند مع صحباته وهو ما وهي ما تعرفش عنه حاجة وبعدين هي تأخرت فرجعت لقاته بيكلم صحبته اللي كان يعرفها قبل ما إيه يتجوز فزعلت جدا إزاي أنت كده خنتني أنت كده وهي ما خنتهش لما كانت بيتها مع أصدقائها وهو ما خناش لما كان بيت مع صديقات وأخدين بالكم مفاهيم مغلوطة باسم الستايل وباسم الموديرن وباسم الحياة ضيعة طبعا أنا وهي وهو بيكلمني بيقول لي ان هي كانت بيتها مع صحابها كانت بيتها مع صحابها دا الواحد عنده حبيبة قلبه زوجته لو تأخرت يعده بص في الساعة أم ليال راحت فين محدش شاف كذا مموتك فين يا أولاد إيه اللي أخارك والواحد يعد يتصل عليها في كل إذا غابت عشر دقائق الله على الإسلام وجماله الله على الإسلام وطعمته وحلوته قد إيه زرع فينا الخوف على هذه المرأة زرع فينا الخوف على الأسرة زرع فينا لمس المشاعر إن متجوزة وسيبقى تبقى مع الرجالة وهي سيبقى يبقى مع النساء وفي الآخر دي الحياة دي الحضارة الحضارة الزائفة الحضارة اللي ما فهاش حب بجد اللي ما فهاش خوف على حبيبته الحضارة اللي ما فهاش جيرة على حبيبته الحضارة اللي ما فهاش قرب بالله سبحانه وتعالى إنما كلها ولا يازل لا شهوات 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 ولذلك حضارة زائفة فهاش مشاعر ولا عواطف ولا حسيس ولا خوف فطبعا هو لما قال لي كده دار الحوار بينه وبينه وصلنا في الآخر ان انتوا تعرفوا ايه انتوا الاتنين مسلمين قال لي اه قلتولوا تعرفوا ايه عن ربنا ربنا اللي خلقكم قالوا نعرف ان ربنا جميل وهيدخلنا الجنة انتوا بتصلوا قالوا لي لا طب انتوا بتصوموا قالوا لي لا طب انتوا بتزوروا ارحمكم قالوا لي لا طب انتوا بتزوروا المرضى الناس لما تبقى مريضة وأقارب لا لا مش فاضين عندنا شغل طب بتزور الأرحم برضو مش فاضين عندنا شغل فعايشين لأهواءهم وشهوتهم وهوهواء فقلت لهم لازم أن احنا نعمل إسكان للهارد بتاع مخكم ونبدأ من جديد نعمل برتشنات جديدة نعمل يعني تنصيق وتنظيم للهارد هنا نضع فيه الأفكار التي تجعلكم سعداء فالأفكار اللي موجودة في عقولكم الآن كانت سبب أنكم أصبحتم أشقياء وكانت سببا في شقاوتكم وكانت سببا في تعبكم وكانت سبب في الشك وكانت سبب في القطيع وكانت سبب في أشياء كثيرة جدا إيه رأيكم بقى هذه الأفكار اللي موجودة دلوقتي وأساليب التربية الخاطئة دي نستبدلها بأساليب تربية أجمل وأرقى وأحسن وأروع وأبدع قولت لهم الإسلام ليس فيه ابتداء إنما فيه إبداع إسلام ليس فيه ابتداء إنما فيه إبداع وبدأنا بقى نستبدل الأفكار الخاطئة اللي خلاته يتنازل عن حبيبته يتنازل عن زوجته أن تكون مع ريال قد يكونوا سكرانين باسم الندي الراحة لا الراحة عندنا هي أن أصلي أو أأخذ أنا زوجتي وأخرج بها في الحدائق أن أأخذ أنا زوجتي أفسحها ألاطفها أجري مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق السيدة عائشة وتسابقه فإنت ليه سايبها ناس تانية يعني تجري معها وأنت المهم الحمد لله رب العالمين ستفنا الهارد وبدأنا نضع نقاط حطيت عشر نقاط للبنت وعشر نقاط لي وقولوا أنت تمشي على عشر نقاط دول وانت تمشي على عشر نقاط دول هيوصلونا في النهاية إلى بر الأمان أن نكون سعداء في الدنيا من ضمن العشر نقاط ارتباطكم بالمركز الإسلامي الموجود عندكم ارتباطكم بالأماكن الثقافية اللي فيها أداب وفيها معرفة وفيها ثقافة وفيها كذا بحيث أن إحنا ما بنقولش هنقفل عليكم إنما عيشوا حياتكم إنما وفق مرضات الله سبحانه وتعالى والحمد لله كانت يعني استشارة موفقة جداً فضل الله عز وجل كان جاي اليوم اللي كان جاي فيه كان جاي من هناك ولبس برمودة فأمل جاوه في مصر بقى برد جديد جداً 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 فهو قاعد قاعد بردان وبالبرمودة وجاي خلي بالكم وهيرجع في الطيارة آخر النهار تاني أمريكا المهم إن دخلت جبت كان عندي بنترون جديد والله أقسم بالله إذا حصل جت وقلت له إيه بس ده قال لي لا أنا ما دفعتش تامن وقلت له لا إحنا عندنا الإسلام إن إحنا لازم نحس ببعض ولازم إن إحنا يبقى فيه تعاون ولازم وإيه لا آخر وقلت له أنت قالت لي لا أنا بخير يعني فأنا بحكي لكم ليه اللمسات دي علشان الموضوع مش كلام في كلام في كلام في كلام إنما أيضا لازم يتخللوا لمسات بشكل عملي يبقى دلوقتي المرأة المحببة إلى قلبنا هي المرأة طبعا بنخاف عليها حطينا فانينا حرصين إن إحنا ما نزعلهاش ما نكسرهاش أوعوا أوعوا الكلمة دي مهمة جدا أوعوا تكسروا قلب البنت في البيت البنت تحديدا أوعوا تخلوا البنت دايما تقعد في المكان البعيد المهجور أوعوا البنت اللي هي الوردة دي في البيت أوعوا تتبل في البيت أوعوا احرصوا دايما على إن الوردة دي دايما نرويها بأجمل الكلمات احرصوا دايما إن البنت ما تقعدش في مكان بعيد لازم تبقى في أستخوتها وأبوها وأمها وحبيبها احرصوا إن قلب البنت ما تكذرش عشان نطلع امرأة سوية نطلع بنت سوية حبة زوجها وحبة ولادها وحبة مجتمعها ما يبقاش الأشواك اللي إحنا عارفينها دي طيب أجي بقى يبقى أنا عندي الزوجة الحبيبة الزوجة الحبيبة هي طبعا تزوجتها يعني بالحمد لله رب العالمين هذه الزوجة الحبيبة هي التي تحبني هي التي تنتظر مجيئي زوجاتي الحبيبة هي الزوجة التي تعرف ماذا أحب أنا من الطعام فتعده وماذا أنا أحب من الأفكار فتفعلها كانت كان عندي تلميذة عليها رحمة الله اسكن الله الفردوس الأعلى كانت اسمها الدكتورة مها نجيب كانت كبير سياضلة معها دي الكلاب المنصورة عليها رحمة الله مها نجيب قعدت عشرين سنة تلميذة ليه منهم عشر سنين كانت هي اللي مسكة الردود على الناس أسأل الله عز وجل أن يبارك في زوجها الدكتور مجدي المهمة الدكتورة مها نجيب عليها رحمة الله اسكنها اسكنها ربي الفردوس الأعلى كانت امرأة زي الصحابيات كده كانت امرأة يعني امرأة زي الصحابيات يعني مها دي وهي خارجة من المستشفى أقول لها سلام عليكم معك فلوس تقول لي أنا لسه أبضى دلوقتي هي ما شاء الله كانت ميصورة الحال فأقول لها طيب في ناس عندك بنت بتتجوز يتيمة في الحتة الفلانية في الشارع الفلاني عندك يا دكتورة مها في المنصورة تقول لي حاضر أنا روح لها دلوقتي وتخرج بعربتها هي ما خلفتش يعني تخرج بعربتها وتروح عند البنت وتبدأ تجهزها وا 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 الدكتورة مها كانت تدرس القاعدة النورانية في أحكاب التجويد كانت تحفظ القرآن الكريم درسة في معهد القرآة درسة في معهد إعداد الدعاء وكانت طاقة نور تمشي في الحياة تمسح دموع الغلابة وتعالج المرضى ومشاء الله تبارك الله قضت حياتها كذلك ثم رحلت عليها رحمة الله السنة اللي فاتت رحلت في صمت نفس تاريخي مبارح عليها رحمة الله اسكن الله فسيحة جناتي العظيمة هي بقى هي عرفت الفكر اللي عند رضا طيبة إن احنا بنطبطب عن الناس ولما بنرد على الناس معناش مشرط ما بنجرحش الناس لأن اللي بيسألنا ده حد عايز عايزنا نرد عليه بالرحمة عايزنا نرد عليه أن نكون من أهل الرأفة كما قال تعالى وبالمؤمنين رؤوف رحيم فعايزين ناخد صفات الرأفة والرحمة ونتعامل بها مع الناس فهي عرفة وأنا برد على الناس لما يقول لي واحد إن أنا إن أنا كنت منحارف أنا وإزاي إن أنا أقلع عن المعصية ما بقولهش بقى يا كيف تجرؤ على غضب ما بقولهش كده إنما بقوله أشكرك جدا إنك حسيت إنه غلط أشكرك جدا إنك كلمتيني علشان إحنا الاتنين أنا ساعدك إنك تخرج من المحنة دي أشكرك جدا والله أقسم بالله أنا فاكر واحد تصل علي وقال لي أنا موظف مرتشي أنا موظف مرتشي بس الفلوس اللي بجيبها من الحرام خرب البيت مخليه يا الست في البيت مقلوبة علي أولادي ودنيتي والحياة متبرجلة جدا جدا أنا عايز أخلص من الرشوة أنا معدتش عايز أخد رشوة كان شغال في حتة كده اللي هي تسليم الشواء والبتاعه كان في حاجات كده ده ككيني وكانت الأشياء كلام ده من زمان يعني كانت الأشياء تصل إلى غير أهلها يعني قلت له أشكرك جدا جدا إنك بتقولي الكلام ده أشكرك جدا جدا إن انت ضميرك استيقظ أشكرك جدا جدا إنك بتحب ربنا أشكرك جدا إنك بتحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أشكرك إنك عايز تعيش في مجتمع آمن خالي من الرشوة خالي من ضياح حقوق الآخرين خالي من الاضطرابات الاجتماعية اللي بتصنعها المواقف اللي هي الرشوة وكذا شكرا أنك تريد أن تعيش في وطن آمن وطن متحب وطن لا يأخذ منه أحد ليس بحقه الحقيقة هي مها بقى كانت ترد على الناس كده يعني دي ردود رضا فلما حد كذا فكانت ترد بالدماغ بتاع رضا فمشاء الله تبارك الله كثير بقى من السيدات أنا بضرب مثل بتلميزة ليه يعني كثير بقى من السيدات الفضليات بتبقى عارفة تركيبة عقل زوجها دي المرأة الحبيبة دي اللي عارفة زوجها بيفكر فيه أما يقول الكلمة الفلانية دي المرأة الحبيبة دي اللي بتبقى عارفة إنه هو لما يجي رايح المشوار الفلاني بيحب يلبس إيه دي المرأة الحبيبة دي اللي بتبقى عارفة إنه هو لما بيروح لأخته بيحب يودله إيه دي المرأة الحبيبة دي اللي بتبقى عارفة أنه لما ييجي رايح لأمه أمه بتحب تأكل إيه فتعمله لها وتقول له خد ده وديه المرأة الحبيبة دي اللي بتبقى عارفة أنه هو لما بيكون راجع من برة ما بيبقاش عايز يتكلم على ما يهدأ تتكلم معه في كل حاجة دي المرأة الحبيبة فالمرأة الحبيبة صفات جميلة صفات رائعة كلمات جذابة مواقف أمينة بعد كده عندنا يبقى عندنا المرأة السكن وعندنا المرأة الرائعة والمسؤولة وعندنا المرأة الحبيبة وعندنا المرأة العروب العروب يعني عربا أطراب العروب دي المرأة العروب هي المحببة إلى زوجها التي تتحبب إليه بموادتها التي تتحبب إليه بمشاعرها بكلماتها بعواطفها بمواقفها الجميلة بتسامحها بصبرها بكتمانها بلهفتها بموادتها بكل دي اسمها المرأة العروب خدت بالحضراتكم المرأة العروب دي ما أرواعها وما أجملها وما أبهاها هذه المرأة هي التي تستطيع أن تحتوي هذا الزوج هذه المرأة هي التي تستطيع أن تقدم هذا الزوج في أبها صوره للحياة هذه المرأة هي التي خلي بالكم الرجل فينا لما بيوم نحطاقة الحب بيروح سعيد خلي بقى خلي كده واحد زوجته هو خارج من البيته الصبح تقول له مع ألف سلام يا حبيب قلبي ربنا يحفظك حصنتك بأسماء الله الحسنة وهو يقول بسم الله توكلته على الله أو تقول له مثلا بحبك مع ألف سلام يا عمري ينزل لدهور العربية شاف كل الإشارات خضرة سعيد مبسوط حتى كده وهو نازل منع السلم تحس أنه هو نازل يهتم اتمايل تحسش كده أنه هو على بعضه كل ده شلقه ليت قد أم ahí أحبك خدت بال حضراتكم ويجي يركب العربية سعيد اوي 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 وساعات يتصل بعده ما دهور العربية الله حبيبت قلبي وحشتيني ما تحريمش منك أبدا يا عمري واشكرك على الكلمة بحبك لانها حركت مشاعري وخلاتني سعيد اوي وماشي منتاشي في الشارع بعد كده الحقيقة بيروح بكل الاشارات بقى بيعديها هو ايه كده منساجم ويدخل شغله صباح خير يا جماعة لارج فول عاملين ايه ربنا بارك في يومنا ان شاء الله لزملاء ويجي بقى العملاء اللي بيكلموه منبرة اهلا يا فندم يا مرحبا كل ده عشان قالت له بحبك طاقة المرأة تمنح الرجل طاقة طاقة بحالة من السلام سكان طاقة فكلمة الكلمة تحقق في هذا الرجل طاقة حب طاقة تعبير طاقة امل طاقة اماني طاقة عمل طاقة نجاح بكلمة حب من المرأة وهكذا الرجل طبعا بس انا خلوني ما معنى كلمة زوجات سيبونا نتكلم في الحلقة دي عن ما معنى كلمة زوجاتي تمنحيه طاقة انت انت انفكر ان انت حاجة قليلة ده انت العمود الفقر بتاع البيت ده هو ممكن يغيب خمس سنين زي زي نساءنا الفضليات في الصعيد ربنا يعزهم ويعلق قدرهم تلاميذ طبعا ما شاء الله تبارك الله في الصعيد وحبيبي وامهاتنا واوة يسافر الزوج خمس سنين يشتغل او يقعد بقى وطبعا بييجوا بيتردد واوة انما يسيب الاولاد دول لهذه المرأة العظيمة بترب فيهم لمدة عشرين سنة يرجع يلاقي ابنه ده دكتور هو كان هو التاني عايش في الغرب يرجع لها ابنه ده دكتور ابنه ده مهندس بنته دي طبيبة بنته دي مدرسة بنته دي ما شاء الله تبارك الله استاذة في الجامعة واوة حشان هذه المرأة العظيمة في بلادنا قامت بتربية هؤلاء الابناء يعني صرح فيرجع الاب المرأة العروب دي اللي تحببت الى هذا الزوج بانها ربط لولاده على اجمل ما يكون المرأة العروب دي اللي كانت امينة في تربية الاولاد وعارفة ان الراجل في غربته بيجيب القرش بالتعب وبيجيب القرش بالألم وبيجيب القرش بالجراح القرش مش سهل ولذلك كانت دايما يعني اعرف كثير من الامهات تقول له خلي بالك القرش ده اسمه قرش غربة ابوك قرش تعب ابوك اذا كنت تاخد به معلومة من هنا او بتشتري به كتاب او او خلي بالك القرش ده غالي لانه جاي بالتعب وبالعرق فلازم انت تقابل ابوك باب ايه بنجاحك لما تقابل ابوك بنجاحك وتفوقك يقوم تعب السنين اللي على جسم ابوك وائع لان نجاحك ده بيدي له طاقة فالام العروب هي الام التي تساعد الابناء على ان يعني يقوم باسعاد هذا الزوج يقوم باسعاد هذا الزوج وبتقدم هذا الزوج وباستنارة هذا الزوج بانه يشعر بسعادة فالمرأة العروب هي المرأة المحببة إلى زوجها بمودتها محببة إلى زوجها بحبها محببة إلى زوجها بعطفتها محببة إلى زوجها بمشاعرها محببة إلى زوجها بأفعالها الجميلة محببة إلى زوجها بكل المعاني الراقية التي تجعل منها إنسانة راقية جدا 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 بعد كده عندنا المرأة عندنا قرة العين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أنا بتمنى أشوف زوجتي هي قرة عيني وأتمنى أشوف أولادي هم قرة عيني كل واحد فينا عايز كده شوف الدعاء ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فتخيل كده وأنت قرة عين هذه المرأة أنت قرة عينها بإيه بكلماتك العذبة بكلمة أحبك أنت فين يا عمري ربنا ما يحرمنيش منك ربنا يخليك لي والله أنت عملالي سكن في البيت وانت مسؤولة وانت عندك رعاية وانت محببة وانت عرب وانت ما شاء الله تبارك الله ربنا يجعلك لي قرة عيني حبيبة قلبي ربنا ما يحرمنيش منك ولا من أولادك وخلي بالك المرأة لم تكون قرة عين لوحدها إنما ماذا قدمت أنا كرجل ماذا قدمت لهذه المرأة حتى تصبح لي قرة عين هل أنا سعدتها على أن تصبح على علاقة طيبة بربها هل أنا سعدتها على أن أثقفها أهذبها أعلمها أرقيها هل أنا سعدتها أن تصبح قرة عين ماذا دوري أنا دوري إن أنا أساعدها كي تصبح المرأة السكن وتصبح المرأة المسؤولة وتصبح المرأة ما شاء الله تبارك الله الرعية وتصبح المرأة الحبيبة وتصبح المرأة التي تقوم بالمودة والسكن وتصبح المرأة العروب وتصبح المرأة قرة العين قرة عين دايما لما بناتي وحدة تتصل عليها تقول لي ادعيلي ان ربنا يرزقني الزوج الصالح برح كلمتني بنت طبيبة معا ماجستير وبتحضر درساته عليا وقالت لي أنا دلوقتي 36 سنة وما تجوزتش ادعيلي يا أستاذنا وقلت لها أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك بزوج هو قرة عين لك ادعي ربنا في سجودك قولي ربنا هبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين ادعي ان ربنا يرزقك الرجل التي يقر عينك به وتفرح ان انت جوزتين ادعي وإن من شان إلا عندنا خزائنه عند ربنا خزائن مليان عرسان يبعث لك كده واحد من حيث لا تحتسل وإن من شان إلا عندنا خزائنه رزق الزواج ده عند الله تبارك وتعالى فنشوف بقى الروعة ماذا قدمت أنا لهذه المرأة كي تصبح قرة عين هل أنا سعدتها كي تصبح قرة عين في البداية تربيت الأباء للأبناء حتى يصبحوا قرة عين وبعد ذلك من الروعة الجميلة أنا كزوجي وأنا أدعو ربي تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أنا عايز يا رب أولادي عايز زكتي الله عايز زكتي وعايز أولادي وعايز حبيبي وعايز يعني أسرتي الجميلة دي أن يصبحوا قدوة للناس أن يكونوا للمتقين إمام في كل شيء أن تكون زوجتي حبيبتي هذه مصلية في مقدمة المتقين أن يكون أبناء أحبابي في مقدمة المتقين أن يكونوا قدوة حسنة للمتقين واجعلنا مش واجعلنا أن نكون صالحين واجعلنا للمتقين إماما يعني ده احنا نص صالحين وبقينا متقين لا ده احنا عايزين نبقى كمان للمتقين إمام خدت بالحضراتكم إيه الجمال والتعبير القرآني الحس الجمالي في التعبير القرآني ده إن ربنا مش عايزني درجة أولى ده عايزني في القمة إن ربنا عايزني في القمة لأن أنا مكاني في القمة أنا كإنسان مسلم مكاني في القمة مكاني في القمة أحافظ على اجعلنا للمتقين إمامة ونكون قدوة حسنة لأهل الكتاب ممن يعيشون معنا ونكون نموذة جميل أنا بفرح أو لما بلاقي أختي الحجة أم محمد جرانها مثلا لما جرانها من أهل الكتاب مسيحيين بنتنا المسيحية دي تقول لبنتها روحي نادي لخلتك أم محمد علشان تجي تشوف العفش بتاك قبل يا بنت ما إيه ما يروح الشقة بنتها بتتجوز فبتدعو أختي أم محمد عشان تشوف عفش بنتها عشان محمد تقول له أيوة كاز اسمها أمه تودرس فالمهم عجبني أو التضافر ده لأنه ده الإسلام النبي لما لقى اليهود اليهود يتعبان راح زاره صلى الله عليه وآله وسلم فالإسلام هو تضافر وتعاون وحب فالأسر لما تبقى بهذه الرسالة الجميلة فما أروحها فجميل أو أوي أنه إحنا نعيش في هذا المعنى الجميل وهو ما هي زوجتي؟ هي السكن هي الراعية هي المسؤولة هي حبيبتي هي العروب هي قرة عيني وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا صادقين وأن يجعل كل رجل يراني الآن يبارك لك في عمرك يبارك لك في أولادك ويبارك لك في زوجتك وميرميك في ديئة أبدا وتكون قرة عينك وتكون قرة عينها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته